اشتركوا في القناة قال سيدنا علي ما تركتها من دعلمنيها رسول الله ليلة جائلة عنده هو السيدة فاطمة وعلى فراشهم يتهيأوا للنوم فقاما له فجلس بينهما على الفراش وسألهم لماذا جاءت فاطمة وقال له سيدنا علي أن جاءت كتعياها الطبخ والعجن والطحن يا رسول الله أني قايمة بشؤون البيت وبخدمة زوجها وأولادها حتى أثرت الرحا في يديها وأنت تقسم توزعها إلى الخدام فأرادت منك خادم قال ألا أدلكم على ما هو خير لكما من ذلك إذا أويتم إذا فراشكما فسبح الله ثلاثة وثلاثين وأحمد ذلك وكبره أربع وثلاثين فذلكما خير لكما من خادم قال ما أتركتها منذ علمنيها رسول الله قال لواحد لا ليلة صفين ليلة الوقعة التي حصلت بينك وبين المقاتلين قال ولا ليلة صفين ذكرتها من آخر الليل جيت بها كل ليلة ما يتركها فأنت تتولع بدكر ربك ولا تترك مثل هذه الأذكار كان بعض العارفين بالله يقول هذا الذكر الذي قبل النوم وبعد الصلاة وذكر سبحان الله وحمده 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 ومستغفر الله مئة مرة عند الفجر هذا إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة وذكر ليلة الله الملك الحق المبين في الظهر أو قبل أو بعد هذه الثلاثة أذكار مهما فاتك من الأذكار لا تفوت هذه لا تفوت هذه ثبتها عندك فإنها آثار كبيرة في تنوير البصيرة وتصفية السريرة ودفع الجريرة والارتقال بالمراتب الكبيرة والاتصال بأهل الحضيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر